تواصل القوات الجوية المصرية بالتعاون مع نظيرتها الإماراتية تنفيذ أعمال الإسقاط الجوي لأطنان من المساعدات الغدائية ومواد الإغاثة العاجلة على المناطق المعزولة في شمال قطاع غزة كما تواصلت أطلعات اليومية للطائرات المصرية بالتعاون مع نظيراتها في الأردن وأدول التحالف الدولي لإسقاط أطنان من المساعدات بالمناطق التي يتعثر الوصول إليها برا داخل القطاع وذلك في إطار الجهود المكثفة التي تبدلها الدولة المصرية لضمان وصول المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة العاجلة للفلسطينيين في قطاع غزة